اشتركوا في القناة أصلاً ما ظلش أراضي لبيت جالة غير هي منطقة كريمزان إذا مرك الجدار فش أراضي أراضينا يبع طلب تروح مع الجدار بتروح هاي إحنا كديش فينا كو ندافع من ندافع سيتم عزل 6400 دنم من أراضي المدينة وستبقى هذه المدينة فقط المناطق المبنية فيها المساكن والمنطقة الحضرية فيها وبالتالي عزل كل الأراضي الزراعية والمناطق المتاحة والمفتوحة خارج هذه المناطق المبنية وكافة المصادر الطبيعية الموجودة من مياه وزراعة الكريمزان المهدد بالجدار بأوامر عسكرية منذ العام 2006 والمبني منه كيلو مترين من أصل مخطة 11 كيلو متراً يبتلع أراضي 58 عائلة ويحرم المنطقة كاملة من مواردها الطبيعية في 2013 السنة الماضية ردت لجنة الاعتراضات الالتماسات ورفضت طلبنا بإلغاء الجدار فهلا المحامي رفع التماس لرد لإلغاء الجدار لمحكمة العدل العليا إيقاف للتنمية المستدامة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية تلقي بثقلها على دير الكريمزان نتيجة مخطط بناء الجدار المغلق بنظام البوابات ليمنع أهالي بيت جال من الوصول إلى أديرة رهباتي ورهبان الكريمزان التي تشكل محور حياة دينية واجتماعية مليئة بنشاطات الاحتفال والرياضة يعتبر دير الكريمزان في سيدنا مريم العضراء كل سنة هناك احتفال بهذا العيد في شهر خمسة كان يذهب كل أهالي المحافظة لهذا الدير ويقيمون الصلاة مشيا على الأقدام إن كان من بيت صحور أو بيت لحم أو بيت جالة مشيا على الأقدام إلى هذا الموقع ويتم فيه عمل احتفال ديني وقداس وبعده بعد القداس طبعا في ملعب كرة القدم كانت تتم هناك احتفالات فولكورية ثقافية يعني من مختلف المؤسسات بالتعاون مع دير الكريمزان الجدار الملتوي في الكريمزان الهادف للربط بين مستوطنتين جيلو وهار جيلو القائمتين على أراضي بيت جالة امتداد للجدار القائم في محافظة بيت لحم والمطوق لها والعزل لقراري فيها الغربي وتحويل المنطقة بأكملها إلى كانتونات صغيرة من مدينة بيت جالة فلورين زيداني وكالة وفا